موسيقى حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد في ساعة في هذه الحلقة سوف نصلت الضوء على تدعيات الاقتصادية الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد العراقي إضافة إلى أزمة الكهرباء وهذه المشكلة القديمة الجديدة سوف نصلت الضوء على المنهاج الحكومي وهذا البرنامج كيف يمكن للحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي أن تسير به بشكل ونحو جيد مع هذا العجز الكبير الموجود في الموازنة التي لم تقر لغاية هذه اللحظة سوف نتحدث في جميع هذه الملفات مع ضيوفي الكرام السيد علي السعدون وأيضا السيد حيدر عصفور وسوف ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتورة سلام اسميسم وأيضا السيد عامر الجواهري ولكن سوف نبدأ النقاش في هذه الحلقة بعد متابعة هذا التقرير مرحلة صعبة وتحديات اقتصادية جسيمة تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصفها الكثير من المطلعين على الشأن العراقي بالتعقيد والتشابك أما آخرون فقالوا أنه أي السيد الكاظمي يبدو كمن يسير في حقل ألغام فانهيار أسعار النفط كضربة قاسمة للعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبيك وتعتمد موازنتها بشكل أساسي على عوائده هذا بالإضافة إلى الكثير من ملفات الفساد المعقدة وهو القائل أنه لم يجد أثناء تسلمه مهامه إلا خزين شبه خاوية ووضعا لا نحسد عليه بعد 17 عام من التغيير رئيس مجلس الوزراء أكد خلال جلسة اعتيادية للمجلس برئاسته على أن الحكومة مصممة على التجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية موجها ببدل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة محللون قالوا إن حكومة الكاظمي تسعى لإدامة الزخم الشعبي الذي رافق تشكيلها من خلال التحرش بالملفين الأكثر تحقيدا في مؤسسات الدولة وهما الفساد المالي والبيروقراطية وسوء الإدارة اطلاق صرف رواتب المتقاعدين والموظفين دون نقصان كانت نقطة في بحر متلاطم لكنه مر بسلام على وجه الخصوص بعد قرار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بوقف الرواتب بحجة عدم وجود سيولة كافية اقتصاديون قالوا إن قرار الحكومة السابقة كان يستهدف توريط حكومة جديدة في مأزق مبكر لكن الكاظمي حولها إلى فرصة لصالحه بعدما اتخذ وزير المالية جديد عدد من الإجراءات العاجلة تمت بمجبها مناقلة أموال لحساب دائرة التقاعد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماحة لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وعمليا لم تتسبب التحركات الأخيرة للكاظمي ووزرائه إلا في معالجة نزر قد لا يرى بالعين المجردة من مشكلات البلاد المتفاقمة والمتراكمة منذ عوام لكنها ألهبت حماسة الجمهور بشأن ما يمكن أن يحدث في الأشهر المقبلة حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام وأرحب بضيفي المحلل الاقتصادي سيد علي السعدون سيد علي مرحبا بك مرحبا بك سيد عادل ورمضان مبارك عليك وعلى مشاهديك الكرام حياك الله سيد علي نبدأ بالتدعيات الاقتصادية الجمع اليوم التي تقع على عاتق حكومة السيد الكاظمي إضافة إلى التراكمات من قبل الحكومات السابقة خاصة حكومة السيد عادل عبد المهدي برأيك التحركات إلى غاية هذه اللحظة وإلى غاية هذا اليوم من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لإنعاش الاقتصاد العراقي ومحاولات حل بعض الأزمات المتراكمة القديمة الجديدة التي يعاني منها العراق هل سوف تعبر بالعراق إلى بر الأمان؟ هل نحن اليوم من خلال هذه التحركات على الطريق الصحيح؟ بالبدء نبارك للسيد دولة رئيس الوزراء السيد الكاظمي وندعو له بالتوفيق للأخذ باقتصاد البلد وفي سياسات العامة إلى بر النجاة إن شاء الله السيد الكريم التحديات كبيرة جدا ولكن كما اطلع وكان واضح لدى الشعب العراقي بالمنهاج الوزاري اللي يطرح السيد الكاظمي كان منهاج مرضي نوعا ما لأنه فيه تفاعل مع احتياجات ما يحتاج البلد وخاصة كاقتصاديين نبحث في الجانب الاقتصادي اللامس المنهاج الوزاري ملامسة حثيثة للجانب الاقتصادي مراعاة وأول النجاحات اللي أداها وتحسب للسيد الكاظمي هو زيارته الموفقة والميدانية إلى هيئة التقاعد الوطنية وأيضا في أطلاق رواتب المتقاعدين على وجه القصوص مما أبدأ لهذه الشريحة الواسعة التي يتعدادها بحدود 4 ملايين شخص أبدال الارتياح ولكن مع هذه الخطوات الإيجابية التي تخذتها الحكومة ولكن هناك تخوف من الشعب العراقي تجاه بعض التصريحات التي خرجت على لسان رئيس الوزراء عندما يتحدث بأن الموازنة شبه خاوية هناك مشاكل اقتصادية جمع وكبيرة تراكمات كما تحدثنا من الحكومة السابقة ألا يشكل هذا بعض الخوف على ربما الشعب العراقي وأيضا جميع الموظفين وهذه الشريحة المهمة هناك من يتحدث عن ضرورة خاصة من أعضاء مجلس النواب من ضرورة عدم استقطاع أي من رواتب الموظفين وهناك كان مشكلة في تدبير رواتب الموظفين لشهر أيار هذه المشاكل كيف يمكن معالجتها خلال الأشهر المقبلة ونحن نعلم بأن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كليا على النفط وهو الأسعار اليوم متدنية في السوق العالمي النقطة التي تحسب لسيد الكاظمي أنه تكلم وأدلى بدلوه بشفافية كاملة وواضحة حتى أعتبرها من الذكاء لهذا الرجل وتحسب له لأنه لا يريد أن يتحمل وزر الحكومات السابقة لمؤشر سلبياتها لدى الشعب العراقي ولدى المراقبين والمتابعين صرح وأدلى أنه قال الميزانية خاوية خلص عليه هو بالمعالجات هنا الموضوع الفلسفي من البراغماتية اللي واضح لكل الناس اللي هي جاية من الأصل اليوناني البراغماتي العمل نعم ننظر للبراغماتية أنه هذا المذهب الفلسفي نعتمد نتائج العمل نتائج العمل يعني وضع هو نظرية نطالبه بالتطبيق التطبيق يجب أن يكون متوازن نظرية طرح للنظرية طرح راقي فاعل يعني تضمن التأكيد على المنافذ الحدودية العملية الغاز المصاحب للنفط يعني استخدام عائدات وزارة النقل استخدام أمثل استخدام التفعيل الجانب الاستثماري تفعيل بشكل كامل وجلب الاستثمارات إلى البلد لأنه هذا التقليص الرواتب كما أظهرت التسريبات أنه ذاهب السيد الكامل باتجاه تقليص الرواتب الانفجارية لدى كثير من القيادات الرئاسية سلطات الرئاسية الثلاث على مر الحقبة من 2003 إلى يومنا هذا وعلى سبيل المثال أنه أول رئيس جمهورية الذي خدم يمكن 58 يوم يأخذ 50 أو 50 مليون أو أكثر من هذا الخمس وإلى ستاف وإلى حمايات وإلى نفقات أخرى تدخل في مداخل المنافع الاجتماعية فهذا السيد الكاظمي حسب ما قرنا من خلال ما بين سطور رسالته وتصريحاته أنه جاد للعمل على تقليص هذا الموضوع لتوفير لقمة عيش نعم ولكن هل هذه الإجراءات سيد علي هي كفيلة وكافية اليوم لتغطية العجز الموجود في موازنة الدولة وإرادات الدولة أم نحن اليوم بحاجة عندما نريد أو تريد الحكومة أن تنفذ ما جاء في البرنامج الحكومي فإنها في أول خطواتها يجب أن تكون متكئة بشكل مباشر وكامل على موازنة محددة ومقرة في مجلس النواب نحن اليوم بحاجة إلى موازنة كيف برأيك يمكن أن يكون شكل هذه الموازنة ولا أي فترة زمنية ممكن أن تشكل هذه الموازنة هناك من يقول يجب تشكيل موازنة بناء على ستة أشهر فقط لنهاية هذا العام ومن ثم يتم تشكيل موازنة أخرى بستة أشهر أخريات حسب أسعار النفط في سوق العالمية سيد الكريم نحن نلاحظ أنه كل روافد نجاح العملية الاقتصادية في العراق بدأت تتكامل بشيء من التعاون الحقيقة أنا في أحد لقاءات السيد رئيس مجلس النواب العراقي سيد محمد الحلبوسي صرح على ننقل أنه نعتمد على تكفلت من الدول العربية وأشار إلى دولة معينة من الدول العربية إلى أن هذه صرحت أو بادرت على أنه إسعاف الاقتصاد العراقي وللخروج بالاقتصاد العراقي من هذه الضائقة والمحنة وخاصة نحن تحت هذه الجائحة نعم ولكن حتى نكون واضحين أكثر سيد علي هل يعني تقديم من أحلى العراق أم ترك العراق يرفع من صادراته النفطية على حسابها أي من الحلين يمكن أن تساعد العراق فيه الضغوط كبيرة على السيد الكاظمي الضغوط دولية الضغوط إقليمية ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت نعم السيد الكاظمي حصل دعم دولي واتصال يعني ومباركة الصندوق النقد الدولي صحيح مباركة يعني كبرى الدول العالمية بمهاتفته شخصيا وابداء المساعدة للنهوض والخروج من هذه الضائقة المالية اللي مور بها البلد نعم السيد الكاظمي حقيقة يعني قلت لك أنه هو من اتجاه باتجاه الحلول يعني خفض الرواتب وترشيق النفقات التي تعتبر زيادات يعني لا مبرر لها أصلا يعني المخمن المخمن لما يضع للمشروع يضع له فيضع له حدود يعني مثلا مليارين دولار مثلا هو يستحق المليار دولار فهذه تعتبر يعني هذر بالمال العام السيد الكاظمي جاء رشق يعني ويعمل حثيثا على أنه تطلق هذه الموازنة حتى ترسل إلى البرلمان للتصويت عليها لكن تعرف سيد الكريم والمشاهد الكريم أنه بعد اكتمال عدم اكتمال الوزارة والتجاذبات السياسية بين الكتل السياسية صحيح لتكمال وزارته حتى يعدوا عدوا سريعا للنهوض باقتصاد البلد نحن حقيقة كمراقبين ومتابعين ومحللين نرى أنه إن شاء الله نرى النجاح إن شاء الله بقدر يعني بقدر أفضل مما من الذين سبقوه يعني حقيقة هذي إن شاء الله نحن متفائلين خير على هذا الموضوع نعم اسمح لي سيد علي أن تنم إلينا عبر الهاتف الدكتورة سلام اسمي اسم وهي الخبيرة الاقتصادية دكتورة سلام مرحبا بك أهلا وسهلا بكم أتعبد الله مساءكم ومساءك دكتورة دوما نسألك وأنت الخبيرة الاقتصادية عن إعداد الموازنة التي تحدثت عنها حكومة السيد الكاظم يجب أن تكون موازنة استثنائية قابلة على مواجهة التحديات ربما وتدعيات الاقتصادية على انخفاض أسعار النفط والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي برأيك دكتورة سلام ما هي مواصفات هذه الموازنة الاستثنائية التي يمكن أن تمر بالعراق إلى بر الأمان في ظل هذه الظروف الحقيقة هي الاستثنائية نفسها لأنا قبل فترة أطلقت مصطلح موازنة الطوارئ لأنه الوضع هو استثنائي فإذا يتطلب موازنة استثنائية تكون فيها مراعاة للصدمة الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد العراقي الاقتصاد العراقي واجه الآن صدمة اقتصادية مزدوجة تتمثل بنهيار أسعار النفط من جهة وأزمة كورونا التي توقف فيها الاقتصاد سواء في داخل العراق أو حتى في العالم هذه القضيتين ساهمت في ضربة كبيرة للاقتصاد العراقي لا فيما والكل يعلم أن الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط تماما في تمويل كل اقتصاد ولا فيما الموازنة العامة إذن القضية الآن أدنى شحة في الموارد المالية وأدنى متطلبات مالية متزايدة تتمثل في الحاجة مثلا في تمويل قطاع الصحة أبسط شيء لأنه بسبب هذه أزمة الكورونا وتمويل قطاعات المتعلقة دي أيضا وتعويض النقص الحاصل نتيجة توقف القطاعات الكثيرة الأخرى منها على سبيل المثال أنه تعويض مصاريف الإعانات الاجتماعية ورواتب الدعم الاجتماعي وما إلى ذلك هذه القضايا إذن تتطلب شحة للموارد أن الموارد كلها يجب أن تشحب بمعنى أنه يجب أن يؤيد النظر للعراق ويتفكر في ماذا يمكن له أن تكون له موارد نعم ما هي الموارد دكتور السلام عذرا على المقاطعة غير يعني الإرادات النفطية اليوم للعراق التي يمكن أن تساعده اليوم لدينا المنافذ الحدودية ولكن للأسف بسبب الفساد وبسبب عدم تيطارات الدولة على هذه المنافذ أدست أن تذهب أمس كان تطبيح لأحد المنافذ الحدودية هناك 11 مليار في شهر واحد صحيح ولكن ألا تغلق هذه المنافذ ما بين ألفين والأخرى دكتور السلام يعني لا تكون موارد يعني يعتمد عليه بشكل مباشر هي تغلق تجاه موارد معينة ولكنها مفتوحة تجاه مواد أخرى لا سيما المواد الغذائية وهذا جرى عليه العمل في كل دول العالم في هذا الحضر الذي صار الأخير بجرد جائحة كورونا فإذن القضية هناك ما زالت حركات تجارية بالنسبة للعراق لا سيما أن العراق صناعة تتوقفت زراعة تتوقفت فلا غنى له عن هذه العلاقات التجارية مع دول الجوار إذن أشنا عندنا قضية منافذ طيب لماذا لا تعمل الدولة على السيطرة على هذه المنافذ لكي تستثمرها في سبيل تمويل موازنتها كذلك يجب أن تكون هناك خطوة جادة من الحكومة لإعادة النظر في أشياء معينة مثلا قانون منع تعدد الرواتب لماذا لم يقر من البرلمان؟ يعني هناك شخصيات في العراق تستلم ست رواتب فهل هذا معقول؟ إذن يجب أن تكون هناك خطة ترشيدية كاملة لكل الاقتصاد تشمل أيضا النفقات قبل الإيرادات يعني خلينا نحصر نفقاتنا نحاول أن نرشدها بطريقة معقولة ومنطقية اقتصادية ومن ثم نحاول أن نكيف ما يأتينا من موارد لكي تسد هذه الأبواب الإنفاق نعم جميل كان هناك بتأكيد على كلامك دكتورة سلام مطالبات بعض أعضاء مجلس النواب بأن هذه المنافذ البرية مع العراق وما مع كل دول الجوار أن يتم تسليم هذه المنافذ لمكافحة الإرهاب جهاز مكافحة الإرهاب حتى يقوم بضبطها بشكل كبير أنا أؤيد هذا المقترح يعني أنا لو كنت صاحبة سلطة لكنت استعنت بالسلطة العسكرية وبالذات الجهاز قضح بالإرهاب لمسك هذه المنافذ للسيطرة عليها ولكي تمول الدولة نعم يعني سؤال أخير دكتورة وبأقل من دقيقة إذا سمحت لي ولكنه يعني سؤال أريد أن تجيبيني عنه لخبرتك الطويلة في هذا الأمر رئيس الوزراء عندما يوافق على السماح لوزارة المالية بالاقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط هنا نتحدث عن ربما الاقتراض الداخلي أم الخارجي وكيف يمكن للحكومة سداد هذا الاقتراض من خلال نحن أيضا كنا في الموازنة السابقة بـ 19 مليار عجز ونحن نتحدث اليوم أرقام هي غير صادقة صادقة مئة بالمئة ولكن بحدود 50 مليار مع حضر انخفاض من الخطط المهمة التي تعتاد الدول في مثل هذه الحالات أن تكون عليها هي مسألة الاقتراض الداخلي بمعنى تطرح سندات سواء في داخل العراق أو حتى في البورسة العالمية وهي لدينا سندات مطروحة مقابل أسعار فائدة معينة وتحاول أن تقترض من الجمهور وهذه الحالة قد تكون مفيدة أيضا في سحب السيورة الموجودة في السيوك وبالتالي أيضا في محاولة لتعديز موارد الدولة أعتقد أن الحكومة العراقية ستلجأ إلى مثل هذه الإجراء ويعني أنا بنظري كاقتصادية أنظر لأهون هذا الحل من حل الاقتراض الخارجي الذي أسافا لإراق متورط فيه في ملف الاقتراض الخارجي وأخشى ما أخشى أنه يزاد تورطه في هذه المسألة نعم أريد أن أشهرك جزيلا شكر دكتور سلام اسمي سيمونتي الخبير الاقتصادية على توجدك معنا شكرا لك أعود لسيد علي السعدون سيد علي مجددا مرحبا بك كنا نتحدث عن الموازنة نتحدث عن كيف يمكن للحكومة العراقية تغطية هذا العجز تحدثنا عن تقليل النفقات اليوم نتحدث عن المشكلة القديمة الجديدة عاد السيد الكاظمي وفتح هذا الملف من خلال زياراته إلى وزارة الكهرباء أبدأ إعجابه بوزارة الكهرباء ومضمن الجهود التي بوذلت طوال هذه السنوات السابقة طبعا لم ينفي التدخلات وربما الاستثناءات والصلاحيات من قبل المتنفذين الذين عاثوا بهذه الوزارة فسادا ولكن هذه الوزارة اليوم ومن خلال حديثه مع وزير الطاقة الأمريكي وحديثه مع وزير الطاقة الإيراني بشأن تبادل الطاقة بشأن الاستثمارات في الغاز المصاحب كما ذكرت في بداية حديثك وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة بشكل خاص اليوم كيف يمكن للحكومة أن تبدأ بمعالجة مشكلة وزارة الكهرباء هذه المشكلة القديمة الجديدة هناك أمل مفقود من جانب المواطن العراقي بأن تحل هذه المشكلة الحقيقة استاذ عادل اليوم كنت أستمع إلى المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية نعم الرجل تكلم عن حيثيات الوزارة يعني فعلا هم مدعاة لأنه نقدم لهم الشكر لمواضعين في أجندتهم من حلول وهي أنه يعني واضعين حلول الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية نعم وكذلك مشروع لربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومع يعني مع جمهورية إيران هي منظومة الربط الكهربائي المشترك تقصد سيد علي حسب بالضبط ولكن يعني عرج على موضوع يعني رجعنا إلى نفس نقطة الموازنة أنه قال بسبب الموازنة وعدم صرف المبالغ في توقيتاتها كان عندنا مشروع للطاقة الشمسية اللي كان يوفر عندنا كثير من الطاقة الكهربائية هذا تعثر بعدم أطلاق الموازنة لهذا لكن الربط الكهربائي مع المملكة الأردنية الهاشمية هي يفد مشروع مبارك هذا حقيقة لأنه يغطي المنطقة الغربية والجزء من المنطقة الشمالية اللي هي باتجاه الموصل واتجاه يعني سامرة حتى إلى صلاح الدين نعم الربط مع المملكة العربية السعودية ممكن يغطينا كل مناطق الوسط مناطق الإيران يعني هي أشار الهفة شيء بسيط يعني الرجل المتحدث مشكور على إفاتة إنه بهذا الموضوع الحقيقة موضوع الكهرباء موضوع شائك يعني صحيح الهدر للطاقات والجهود مع تزامن الاستهدافات لهذا القطاع الحيوي يعني نحن نلاحظ في خضم هذا الوضع المزري نلاحظ هناك استهداف للبنى التحتية لأبراج النقل الطاقة التي هي نعم صحيح دوما ما يتم تفجيرها وأيضا اليوم نشهد أيضا حرق المحاصيل الزراعية كذلك الأمر نعم ولما نقول إنه إحنا وصلنا إلى وضع مريح من الإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية نلاحظ إنه يستهدف هذا القطاع ولما يطلع علينا وزير الزراعة ويقول إنه إحنا المحاصيل الحنطة والشعير لهذا العام ما مرت على العراق يعني عقب حقبة كبيرة جدا إنه لم يصل طاقة الإنتاجية بالزراعة مثل هذا الكم الهائل من الانتاج وهذا نتيجة رفع الغلة الزراعية نعم هذا شيء مفرح ولكن للأسف أعداء العراق والمتربصين به يريدون النيل من اقتصاده ومن نيل إنه حتى تتم تصدير البضائعهم الخاوية للأسف إلى العراق والفاسدة واستنزاف الأموال العراقية وأهلاك الجانب الصناعي والاقتصادي والزراعي يعني في كل المجالات داخل العراق نعم صحيح ولكن دوما ما يتم الحديث عن خطط استراتيجية ربما تكون ناجعة وناجحة وفي مكانها وزمانها الصحيحين ولكن دوما نصطدم بأمر التمويل والخزينة فارغة إذا ما أردنا يعني خطط الاستراتيجية التي اليوم أشيد بها من قبل رئيس الحكومة لوزارة الكهرباء يعني خطط جيدة ولكن نصطدم بالتمويل وبخلو الخزينة من الأموال عندما نتجه إلى الزراعة يتم هناك بعض الحرائق والتي تشير بعض الأصابع إلى أنها مفتعلة اليوم هذه الحرائق لضرب قطاع الزراعة العراقي اليوم هناك نائب حذر الحكومة العراقية بضرورة الاستباق التحرك الاستباقي مع الجانب التركي فيما يخص موضوع سد إليسو التركي وملء هذا السد مما سوف يؤثر على نهر دجلة هذه المشاكل الجميحة ربما يكون لدينا خطط جيدة ولكن لا يوجد تمويل والمشاكل أيضا متراكمة يعني ممكن أن تكون الحكومة تنجح بقطاع دون قطاع ممكن أن تكون لديها بعض الأولويات اليوم لقطاع دون آخر سيدي أعرج على كلام الدكتورة السلامة سبقتنا تحياتنا لها هي عرجت على موضوع وأيضا أنا ذكرت هذا أنه الموضوع المنافذ الحدودية أنا أجريت إحصائية أستاذ عادل أجريت إحصائية في بحث يعني معمق أنه وجدت على شاكلة هذا الموضوع أنه نحن نجد يعني منافذ للتمويل قد تسد في بعض المواطن يعني بالاقتصاد العراقي فبحثت بالأرصف العراقية الموجودة ضمن ميناء البصرة نعم فوجدت أنه هناك هناك 27 رصيف موجود يعني 27 رصيف ضمن الموانئة العراقية نعم أربعة من عندهم خاصات بالحكومة العراقية يعني على وزارة النقل أربعة وثلاثة وعشرين رصيف هي مستثمرة لشركات أجنبية وعربية ومحلية أو مشتركة نعم يعني بحثت في هذا الموضوع أنه شفت الطاقة للتحميل والتفريق للرصيف الواحد هو سفينتينز زنت السفينة 25 ألف طن لأنه غاطس الماء يعني ضمن الحدود المياه القليمية العراقي تتحمل 25 ألف طن للسفينة فأحنا عدنا استعداد يعني حسب المختصين اللي تعاونوا معنا في هذا المجال مشكورين أنه قالوا أنه نحن نقدر نفرر ونحمل سفن عدد اثنين لكل رصيف يعني كل سفينة تأخذ سواء في التحميل أو في التفريق 12 ساعة يعني 24 ساعة تتحمل سفينتين إذا ما رجعنا للموجود مثلا عندنا أنا وضعت يعني في ضمن المعالجات أو المقترحات اللي نرفض بيها المستشارين الاقتصاديين الموجودين في الحكومة العراقية نعم مادة الكبريت اللي هي في منطقة المشراق ومادة الكبريت اللي هي موجودة في منطقة الأنبار في منطقة هيد نسبة النقاوة الموجودة في هذا الكبريت هي 98% أخي الكريم هذه النسبة ما موجودة على مستوى كل العالم يعني من الآلية اللي تحمل السيارة إلى التصدير نعم ما يدخل عليها أي حامل آخر يعني الله وهب العراق خيرات يعني في داخل أرضه وعلى أرضه وفي باطنه يعني ولذلك أنه يقولون الخير في العراق لا ينضب نعم لو استغلنا هذا الموضوع ممكن أنه ينرفض الميزانية في هذا الموضوع ممكن عندنا يعني السلكة اللي هي خاصة في صناعة الزجاج ممكن نعم هناك العديد من الموارد سيد علي كما تفضلت يعني العراق لا ينضب من هذه الموارد سواء الطبيعية أو غيرها ذكرنا في بداية حديثنا الغاز المصاحب تتحدث عن السلكة تتحدث عن الموانئ تتحدث عن جميع الكبريات تتحدث عن جميع ربما هذه المصادر الطبيعية وغير الطبيعية الموجودة لدى العراق إذا ما استثمرت بالشكل الصحيح فإنها سوف ترفض خزينة الدولة بمبالغ كبيرة يمكن أن تعتمد عليها وتنقذ العراق من هذه الانعكاسات الاقتصادية الكبيرة عذرني لضيق الوقت لم يتبقى لي سواء أشكرك سيد علي السعدون وأنت الخبير الاقتصادي على تواجدك معنا شكرا لك أستاذ عادل رمضان كريم إن شاء الله عيد سعيد مبارك والعراقين هض بتحت قيادة الجديدة إلى بر الأمان ونتمنى إن شاء الله الأيام القادمة هي أيام سعد وخير على شعبنا العراق العظيم إن شاء الله علينا وعليكم ننتقل إلى محورنا الآخر من حلقتنا لكن بعد متابعة هذا التقرير ورثت حكومة الكاظمي أزمات حادة بعضها تراكمي مثل نقص الخدمات وعدد كبير من العاطلين عن العمل واقتصاد ريعي لم ينجح أي من رؤساء الحكومات السابقة بتغييره أو على الأقل محاولة ذلك هذا بالإضافة إلى ملفات فساد جديدة وتدني إرادات الدولة محللون أكدوا أن التحدي الاقتصادي سيقيد بنحو كبير حركة الحكومة خاصة في قدرتها على تلبية احتياجات الشارع ويفرض عليها البحث عن موارد جديدة لتحقيق التنمية والاستثمار وتحسين الأحوال المعيشية للشعب العراقي لذلك على حكومة الكاظمي سرعة التحرك قبل حصول ما لا يحمد عقباه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بحث سبل تعظيم إرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصد المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزرات والتي لا تدخل في خزينة الدولة الكاظمي أمر أيضا بتشكيل خلية أزمة عاجلة لمعالجة مشكلة الكهرباء وإنهاء هذا الملف المزمن والمعقد والشائك محذرا من التقصير في توفير هذه الخدمة للمواطن ومؤكدا على الاستثمار الذي يجب أن يأخذ دوره ولكن دون أن يستغل المستثمر الوزارة ودعا وزارة الكهرباء أيضا إلى وضع خطة عمل جديدة في مجالات التخطيط والإنتاج والتوزيع والنقل والوصول إلى حلول تليق بالعراق وشعبه وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين أشار الكاظمي إلى أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة إلى جانب قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتجديد إجراءاتها بخصوص العمالة الأجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها محللون أكدوا أن حكومة الكاظمي تحمل فرصة التغيير والإصلاح وأن فشل الحكومة يعني دخول البلاد في كارثة اقتصادية تتعلق بمعيشة الناس وأرزاقهم فهل ستكون حكومة الكاظمي بالفعل حكومة حل لا تأزيم الأيام المقبلة ستميط لثامة عن حقائق كثيرة حياكم الله مشاهدين الكرام مجددا سوف نتحدث بهذا الشق الثاني من برنامجنا عن المنهاج الحكومي لحكومة سيد مصطفى الكاظم المكون من ثماني نقاط سوف نتحدث بهذا الملف مع ضيفي سيد حيدر عصفور وهو الخبير الاقتصادي سيد حيدر مرحبا بك أهلا وسهلا بكم حياك الله سيد حيدر كما ذكرت قبل قليل المنهاج الحكومي تضمن أو جاء من خلال ثماني نقاط هذه الثماني نقاط تحدثت عن الأمور الأمنية تحدثت عن الاقتصاد تحدثت عن التظاهرات والاحتجاج السلمي وغيرها من القوانين ما يهمنا اليوم في هذا الملف نقطة الثانية في المنهاج الحكومي والتي تحدثت عن معالجة التحديات الاقتصادية والمالية هناك تحديات جمع على عاتق حكومة السيد مصطفى الكاظمي سواء تراكمات من حكومات سابقة أم التحديات الجديدة التي طرأت علينا بعد جائحة كورونا اليوم هي الأولويات لدى حكومة السيد الكاظمي في ظل خزينة شبه خاوية كما قال رئيس الوزراء أولا تحية لكم ولمشاهدين الكرام حكومة الكاظمي مثل ما تفضلتم ورثت مشاكل جمة من الحكومات السابقة وخزينة شبه خاوية وكذلك هناك أسعار نفط متدنية جدا فكلفة الاستخراج مثلا أبرمت 18 دولار وبعض العقد 20 دولار أي أنه مع كل دولار بعد 20 دولار يكسب العراق هو مليار دولار سنويا هذه التوضيح للمواطنين كذلك هناك هيكل متخم هيكل إداري متخم وكبير جدا من الموظفين بحدود 8 ملايين أو 100 ألف موظف وكذلك حدود 3 ملايين وخمسمائة ألف متقاعد هذه كلها تكون عقبة باتجاه حكومة المالكة حتى تستطيع أن تتقدم هناك بعض القرارات كانت من خلال الندوة الاقتصادية التي لأستها اللجنة الاقتصادية مع المستشارين مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي نصت من أهم ما نصت عليه هذه هو تحديد الاستيرادات لتقليل الإنفاق في العملة الأجنبية وخروجها خارج البلد نعم فحددتها فمنعت تقريبا السلع الكمالية والسلع الغير ضرورية وبعض السلع الأخرى لمدة سنتين كذلك حددت بيئة دولار بمستندات خاصة للاستيرادات حصرت هذا البيئ نعم فكثير من القرارات هناك هل تم التطرق إلى مزاد العملة سيد حيدر نعم نعم هناك حددت هذا وحصرت بيئة دولار بما يحصل عليه من مستندات موثقة بالاستيرادات واستيرادات معينة نعم وهناك باقي الاستيرادات تعوض من السوق المحلية هذه من أبرز ما أعلنته اللجنة الاقتصادية كذلك تحديد الراتب براتب واحد وهو راتب يكون يأخذ أعلى راتب لبعض الفئات التي نعم جميل تأخذ أكثر من راتب هل هذه توصيات سيد حيدر حتى لا نكون على بينا هذه توصيات ملزمة للحكومة أم غير ملزمة نعم هذه توصيات اللجنة الاقتصادية يعني ممكن أن تأخذ بها الحكومة وممكن أن لا تأخذ بها المستشارين نعم بالضبط ممكن أن تأخذ بها وممكن أن لا تأخذ بها فهذه هي توصيات شبه ربما ستكون حاضرة في الفترة المقبلة هذا ما نتوقع هنا وهي جد منطقية ستجبر نعم الأزمة الاقتصادية ستحتم على العراق اتخاذ طريق معين بهذا الاتجاه ليس هناك ليس هناك مجال للإصراف والتبذير في الفترة المقبلة فهناك كثير من الفئات ربما هي تأخذ رواتب حاليا تحت مسميات معينة معروفة مثل رفحة وغيرها والسجناء السياسيين ربما ستكون هناك تعديلات في هذا المجال للحد من الإصراف الحكومي فهناك الكثير من هذه حكومة الكاظمي تحاول جاهدة النجاح والملف الاقتصادي هو عامل صعب في هذا المجال واقفا في هذا الطريق يفترض بنا إيجاد كثير من التشريعات الاقتصادية والتي ستكون أيضا حاضرة بالنسبة للضرائب التي أوصيت بها أن تكون الضرائب دائمة للاستثمارات والتنمية كذلك هناك الجباية بالنسبة لجباية الكهرباء والرسوم وغيرها نعم فهناك أيضا نتوقع من هذه الحكومة تكون هناك طريقة أخرى بالتعامل مع العملة المحلية فربما سيكون اختلاف في العملة المحلية ويعوض هذا الاختلاف بسحب الأموال عن طريق الضرائب والرسوم وبهذه الطريقة ربما سيقل بعض الرواتب باتجاه الدولار فعملة الدولار سيكون هناك اختلاف في هذا المجال نعم فالدولار ربما سيكون نعم طيب سيدة حيدة سوف نعود لموضوع الجباية وموضوع الكهرباء وهذه الضرائب وهذه الأمور ولكن أتحدث معك ونعود إلى موضوع النفقات والإرادات للحكومة هناك من يقول وكما تفضلت في حديثك وضع خطة ترشيدية كاملة لتقليل النفقات بدلا من تعزيز الإرادات في البداية بالبداية نقوم بتقليل نفقاتنا قبل أن نفكر بتعزيز الإرادات للدولة العراقية وهو ما يعني تمثل بهذه التوصيات الخارجة من هذه اللجنة التي يعني يجب على الحكومة النظر بها وهي توصيات جيدة للغاية كما سمعنا من حضرتك سيد حيدر غير هذه الأمور ممكن التي خرجت من اللجنة الاقتصادية كخطة ترشيدية للنفقات عندما نتحدث عن منافذ حدودية نتحدث عن قطاع زراعة نتحدث عن قطاع الصناعة ما الذي يمكن للحكومة أن تفعله بهذا القطاعات الثلاثة وهل برأيك اليوم نحن في هذه الجائحة وجائحة كورونا التي غزت العالم أجمع اليوم الأولوية للقطاع الصحي برأيك أو كيف يمكن للحكومة أن توازن ما بين الأولوية الصحية والأولوية الاقتصادية لأنه يعني كما تعلم قد تضررت والنفط والأسعار بشكل عام قد تضررت في جميع دول العالم صحة الإنسان والأفراد هي طبعا بالتأكيد هي مهمة لكنه مستقبل أجيالنا ومستقبل العراق واقتصاد أيضا مهم ومستقبل الجيل القادم ولهذا علينا أن نكون نسير باتجاه متوازيين في هذا المجال العراق من الدول المرشحة والتي ممكن أن تكون حاضرة في الملف الصناعي مستقبلا فالعراق لديه عقد مع الصين ممكن أنه نطور هذا العقد باتجاه العلاقة مع الصين بالملف الصناعي فالصين تمتلك هي حاليا من أعلى الدول الصناعية في العالم وإراداتها 13.7 تريليون دولار تقريبا فممكن نستعانة بالصين برفض الصناع العراقية بإنشاء صندوق مشترك ما بين العراق والصين تكون الإدارة والفنية والتسويق وغيرها للصين ويتكون العمالة للعراق على أرض العراق هذه ما طورناها ببرنامج لمدة خمس سنوات وبإرادات عالية مشتركة ما بين العراق والصين سيتحول العراق من بلد ريعي مؤتمد فقط على النفط إلى بلد صناعي ومستقبلا ممكن نستفاد من النفط بتحويله إلى المصانع الموجودة داخل الأراضي العراقية فالنفط ممكن أن يكون كمالي مستقبلا إذا ما عرفنا الاستخدام فالحصول على الموارد ليس مهما بقدر إدارة تلك الموارد فالعراق حصل على كثير من الموارد المالية وكثير من الثروات لكنه للأسف إدارة تلك الموارد والتخطيط لاستخدامها كان غير جيد وغير ناجح هذا في ملف صناعة الملف الزراعة يفترض بنا حتى نحصل عليه يفترض أنه نقلل من العوامل الستة المؤثرة بالإنتاج حتى تكون الكلف للمحصول النهائي مساوية أو أقل من الكلف للمستورد حتى ينجح أدنى وكذلك هناك من لف الثروة الحيوانية فهناك دول تعتمد على الثروة الحيوانية برفض اقتصادها وكذلك هناك دول تعتمد على السياحة والسياحة لا نقصد بها فقط السياحة الدينية بل نقصد السياحة الترفيهية فهناك كثير يفترض بنا أنه نفصل ما بين الضغوطات أو بعض الجهات التي تضع ضوابط خاصة على السياحة نفصلها عن الاقتصاد حتى ننهض بالسياحة نعم ولكن يمكن أن تكون هذه الأفكار لمراحل لاحقة سيد حيدر بسبب ما يعانيه أو تعانيه دول العالم أجمع قطاع السياحة قد دمر إذا صح التعبير في جميع دول العالم سوف أعود لك سيد حيدر لمتابعة هذا النقاش ولكن اسمح لي أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عامر الجواهري وهو استشارية التنمية الصناعية والاستثمار سيد عامر مرحبا بك مرحبا بكم وبالمستمع الكريم حياك الله سيد عامر نتحدث عن الأزمات والتداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العراقي برمته نتحدث تحديدا عن القطاعات الاقتصادية والصناعية العراقية المتضررة بشكل كبير كيف يمكن للحكومة بداية أن تدعم هذه الشركات من الانهيار ثانيا الشركات التابعة للدولة سيد عامر هناك من يطالب بإعادة ربما جدولة إعادة ترتيب هذه الشركات الصناعية والأولوية لمن برأيك في مثل هكذا ظروف الحقيقة بدءا يعني أنا أقول يفترض أن لا يصيبنا الرعب والروح الانهزامية من أن نحن ما نقدر نعمل شيء نعم كورونا وتداعياتها هذه يعني أكوأ جهزة ضحية وتتخذ اللازم بجأنها لكن مشكلتنا أكبر أنه الرؤية الاقتصادية حقيقة بالعراق تعوذنا أنه تكون رؤية واضحة وحتى لو كانت لدينا بعض هناك استراتيجيات عديدة يعني في القطاع الصناعي مثلا والزراعي والآقة وغيرها لكن لم تأخذ طريقها إلى حيزة نعم كنا دوما نصطدم بالتمويل سيد عامر كنا دوما نصطدم بهذه الخطط بالتمويل دائما كما يقال لا يوجد تمويل لهذه الخطط عزيزي هذا تذرع يعني خليني السلسل اسمح لي أوصلك الموضوع الأساسي هي بيت القصيد التمويل المطلوب الآن أنه الحكومة الجديدة الحقيقة أمامها مهمة عثيرة ومدتها قصيرة لذلك ما يفترض بها أنه تتوسع وتتعهد تعهدات كبيرة وهي ما ممكن أن تحققها الحكومات السابقة وعبر عشرات السنين بالمناثرة يعني إعادة الهيكلة والدوائر والإجراءات الروتينية هذا القرار الذي يتخذ بالجمسة الأولى أعتقد المجلس الوزراء يعني هذا تعينه وقبل قبل بضعة شهور 300 ألف أو أكثر من الكوادر الجديدة وطلعنا الكوادر الخضرات لذلك هذا الموضوع كان لي جانب الآن أمامنا تحديات كبيرة موضوعة الهيكلة الشركات العامة وغيرها هذا الموضوع تأكيد خطة وضعت وخرت في عام 2014 من قبل مجلس الوزراء لم تأخذ إلى طريق الحيز والآن هي في المناسبة أي إعادة هيكلة ليست خطوات بسنة ولا بسنتين إعادة الهيكلة للشركات العامة أو تحويل بعضها إلى شركات مسائمة هذه خطوات طويلة للمدى وخاصة عندما نبدأ بيها سؤالك لطيف بشقين من أي نبدأ وقالية التمويل التمويل ما نقلق منه في حالة وجود إرادة التمويل يعني إحنا شنريد النفل أي مشروع على خليل المتار خليه يجيب لك شيء حي اليوم وهو متلك وكان يعوزه التمويل وكان يعوزه القرار والإرادة وكان يعوزه الجهاز التنفيذي وهو مشروع النبراس للبتروكيميائيات في منطقة خور الزبيع في المطرة هذا المشروع استغرق سنين طويلة لم يباشر بتنفيذه لغاية اليوم السبب أنه الإرادة حقيقية لم توجد نعم لا لا نستطيع أن نستمع إلى إشكالات الإدارة وإشكالات إدارة المحافظة يعني محافظة البطرة والمتعلقات التي كانت عليها والتخصيص الأراضي وغيرها هذا كل هذا رائع عندما يكون هناك إرادة الإرادة هي ليست ويشو زراء فقط الإرادة هي بالوزير وبالمحافظ وبالمواطن نفسه والموظف وأجراء المهندس نعم نأتي على موضوعة التمويل عربيدي بالعراق إحنا تابقا يعني من موّلنا بعض المشاريع الاستراتيجية في السبعينات كان تمويلها من خلال قروض ميسرة جدا على تبيل المثال القرض الياباني نعم القرض الياباني موّلنا بيه مشروع الأسمدة الكميائية في خول الزبير مليون فن بالسنة موّلنا بيه محطة كهرباء الحرارية وأعتقد البترو كيميائيات وغيرك اليوم اليوم التمويل ممكن لمشروع انتاجي رابح لا بأس ربما الاقتراب هو أثعة الحلول نعم الشراكة مع المستثمر الأجنبي نعم الشراكة مع الشركات الدولية هي أحد أسالي بالتمويل الشراكة مع المستثمرين المحليين طب الحكومة دكتور عابل عبد المهدي بآخرة ياما لما قال هناك أموال مكتمزة هو يقصد المكتمزة لم يطلق تعذير المكتمزة وكنا نعرف أنه أكثر من 85% من الأصدار العملة العراقية هو مكتمز خارج المصارف نعم هذه أموال بإرادة بإرادة تنفيذية للإدارة الإقتصادية للملد نحن نقول الإدارة الإقتصادية لأنه الصناعة الزراعة سعيد مفهوم تتبع الملد الإقتصادي سمح لي هي هنا أقويد أقولها من الممكن كذلك أنه أسعب لتأسيس شركات مساهمة جديدة تطرح جزء من تمويلها للأسهم المحلية وجزء من تمويلها للشركة استراتيجية وجزء من تمويلها للحكومة نعم طبعا هذه وبقدراتها تصير شيء قدمت أسهم للمواطن شيء قدمت حصة للشركة يعني كما ذكرت كما ذكرت سيد عامر هناك حلول عدة ولكن بعض هذه الحلول تحتاج إلى إلى وقت طويل لإكمال مثل هكذا حلول إذا ما وضعنا خطط استراتيجية وفكرنا في إعادة هيكلة بعض الشركات أو في كيفية عمل والبدء في دعم هذه الشركات من كما ذكرت من بعض الحلول التي تفضلت بها أعذرني على ضيق الوقت سوف يكون هناك حلقات أخرى سوف نناقش فيها هذا الموضوع بشكل مستشفى وبالتفاصيل أكبر أريد أن أشكرك جزيل الشكر سيد عامر الجواهري وأنت استشارة التنمية الصناعية والاستثمار على تواجدك معنا كل الشكر أعود لضيفي سيد حيدر معصفور سيد حيدر مرحبا بك كنا قد تحدثت عن نقطة الكهرباء والجباية وقلنا سوف نعود لهذه النقطة الآن أسألك كيف يمكن لنا اليوم أن نطور من أمر الجباية في الكهرباء من المواطن والمواطن يقول بأن يعني غالبية المواطنين لم يجهزون أو يجهزون بهذه الطاقة الكهربائية ما هي الآلية التي يمكن أن تتبح الحكومة لتحصيل مثل أو تطوير الجباية من المواطن فيما يتعلق بالأزمة الكهربائية مشكلة الكهرباء طبعا مثل ما هو معروف أنه عدد ساعات تجهيسة قليل أسعارها عالية وهناك شركات دخلت على الخطة للجباية هذه عقدة الموضوع وزيدت الأسعار يفترض بنا أنه تكون هناك آلية جديدة في هذا العمل وتحسين الكهرباء حتى نستطيع النهوض بالصناعة مثلا وكذلك مثلا بالسياحة أو بالزراعة فالكهرباء متعلقة بكثير من المشاريع التنموية المختلفة في هذا المجال فهناك الشركات متخصصة مثلا في هذا المجال تستطيع أنه تحل هذه المشكلة مشكلة الجباية لكنه ليست بالكيفية أنه لا تقدم الخدمات هناك شركات تقدم الخدمة مقابل الفائدة مثل ما كثير من دول العالم ليس فقط أنه تعتمد على آليات الكهرباء الموجودة والأجهزة والموظفين الحكوميين هي فقط تستحصل الأموال وتأخذ نسب هذه عملية غير مجدية بالمناسبة أستاذ عادل تفضل هناك التوجه سيكون دولي لأنه حاليا أزمة كرونة أزمة أثرت على اقتصاد العالم ككل فهذه الأزمة جعلت هناك كساد جعلت أمرين الكساد والتضخم فهناك مشكلة سيعانيها العالم أجمع هذه المشكلة ستجعل من حكومات مختلفة الدول التي حاليا هي متورطة وممكن مستقبلا نشهد مظاهرات في كثير من دول العالم خصوصا في أوروبا فهذه ستدعوهم إلى إيجاد منافذ أخرى للاقتصاد فربما ستكون هناك انفتاحات في مجال الاقتصاد سيكون العراق حاضرا كونه بيئة واعدة فتكون كثير من الشركات تستثمر في العراق وهذا الموضوع سيعود على العراق بالفائدة طبعا الشركات ستقدم بعض التسهيلات وبعض الكثير من الحلول التي تحاول هذا ما تحدث به سيد حيدر اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع أثناء مهاتفته لوزير الطاقة الأمريكي وأيضا وزير الطاقة الإيراني عندما تحدث مع وزير الطاقة الأمريكي تحدث عن ضرورة اليوم تبادل الخبرات وتبادل الاستثمارات وقدوم الاستثمارات الأمريكية إلى العراق متعهدا بتقديم جميع المساعدات والتسهيلات لهذه الشركات الأمريكية الراغبة بالاستثمار في العراق خاصة فيما يتعلق في مجال الطاقة ويعني لربما نشهد توجها من قبل الحكومة العراقية نحو الطاقة النظيفة الطاقة الكهربائية من الغاز وغيرها من هذه الأمور أعذرني لقد داركنا الوقت سيد حيدر لم يبقى لي إلا أن أشكرك وأنت الخبير الاقتصادي على تواجدك معنا فشكرا لك مرة أخرى أشكركم أشكر موصول لكم أيضا المشاهدين الكرام على المتابعة حلقة أخرى لأسبوع المقبل في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر